لماذا الذئب أقوى كائن على وجه الأرض وهو القادر على قتل الجن وأكله؟ يعد الذئب من أقوى الحيوانات المفترسة على وجه الأرض ومن أكثرها افتراساً فبماذا يتميز الذئب عن باقي الكائنات الحية الموجودة على الأرض لتكون له هذه المكانة؟ أولاً الذئب لا يأكل شيئاً عفن مهما كان يشتد من قصوة الجوع ثانياً الذئب دائماً عندما يهجم على قطيع يهجم على أقوى وأفضل ما يوجد في القطيع ثالثاً الذئب عندما يفترس شيئاً يتناول الأماكن الجيدة أولاً مثل الكبد والكلا وبعد ذلك يقوم بأكل باقي الجسد ولكنه يقوم بأكل المميز أولاً رابعاً الذئب يستطيع شم دماء البشر من على بعد أميال ويكون الإنسان عرضة للموت ولا يستطيع الإنسان الهروب من الذئب خامساً مع أن الذئب من أشرص الحيوانات ولا يمكن أن يكون أليفاً ولكنه مخلص بقوة إلى شريكه وإذا مات شريكه قد يظل يعوي بالأعوام من قوة الحزن عليه سادساً قوة الإبصار عند الذئب تعتبر الأقوى على وجه الأرض وعينه لا ترمش حتى لحظات النوم لماذا الذئب هو الكائن الوحيد القادر على أكل الجن؟ حسب ما قيل من العلماء إن الذئب يمتلك حسة إبصار قوية جداً وأنه إذا شاهد جن لا يتركه أبداً أو يبتعد عن نظره ولو لحظة واحدة وأن الذئب هو من الكائنات القليلة القادرة على رؤية الجن بسبب قوة الإبصار لديه وأيضاً أن الذئب عندما يكون في غابة ويدبع فريسة كل من الأشجار أو الأعشاب لا تكون حاجزاً عن البصر بالنسبة إليه لكن في النهاية ما هي نقطة ضعف الذئب؟ نقطة ضعف الذئب تكمن في العمود الفقري العمود الفقري في الذئب هو متصل بالرقب بطريقة مستقيمة ولا يقدر أن يجعل الذئب يلتف بدوران سريع ولكنه يسبب دوراناً بسيطاً فقط وإذا دار الذئب كثيراً في نمط دائري قد يرهق بسرعة ولا يستطيع الحركة بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر